أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم أن الخطوات التي بوشر العمل بها بما يتعلق بدمج الدفاع المدني وقوات الدرك ووفق المنظومة العملياتية المشتركة ستتيح سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأشهد اللواء الحواتم خلال زيارته مديرية الدفاع المدني بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه كوادير الدفاع المدني المنتشرة في كافة مناطق المملكة كما أشهد مدير الأمن العام بخطوات دمج الدفاع المدني وقوات الدرك التي بدأت تظهر من خلال الخدمات المقدمة والواجبات المنفذة من قبل تشكيلات الأمن العام كافة وتعد المحطات الأمنية المتكاملة على الطرق الخارجية خير مثال على ذلك ومداية لتوسيع الخدمة المقدمة من خلال مدريات الأمن العام